واحتفان بالعيد الوطنية الثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية تتزين مدينة المخى ومديريات الساحل الغربي المحراب بالعالم الوطني استعدادا لعيد الوحدة اليمنية الخالدة التي تحقق في يوم الثاني والعشرين من مايو ألف وتسعمائة وتسين ورغم الأوضاع الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن وإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا إلا أن جماهير الشعب اليمنية العظيم وفي المقدمة المقاومة الوطنية حارسوا على الاحتفال بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية الذي يصادف الجمعة متزامنا مع عيد الفطر برفع عالم الجمهورية اليمنية في شوارع وطرقات مدينة المخى ومديريات الساحل الغربي المحررة الجدير بالذكر أن جبهة الساحل الغربي تمثل محورا مهما في المعركة الوطنية منذ انطلاق المواجهات ضد الميليشيات الحوثية حيث وجسدت القوات المشتركة بكافة تشكيلاتها من ألوية العمالقة وحرات الجمهورية والألوية التهامية الإرادة اليمنية الواحدة بأروع تجلياتها وسجلت مواقف تاريخية في هذه المعركة المصيرية لشعبنا للخلاص من الميليشيات الحوثية